اشتركوا في القناة 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 او منتصف العام يعني الرئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم قال ان التعديلات الجديدة سواء ما يتعلق بإلغاء امتحانات المتر مواستبدالها باختبارات شهر او توزيع الدرجات لا ينطبق على طلاب الشهادة الاعدادية مؤكدا ان القرار يشمل طلاب المرحلة الابتدائية من الاول حتى السادس وطلاب النقل بالمرحلة الاعدادية يعني من الاول ثالث اعدادي وانت طالع الموضوع ده مش هيفعل طيب رئيس هيئة تعاونيات البناء مصر بدون ازمة اسكان عام عشرين عشرين تعالوا نحلم يعني ياريت والله ده يتم تنفيذه وتفائله بالخير تجدوه يارب يكون في خطة او خطة مدروسة وموضوعة ان احنا نوصل لده بالفعل في عشرين عشرين ده تبقى حاجة والله ما حصلتش والناس كلها يعني ممكن ينزلوا يعملوا افراح ان خلاص ما يبقاش فيه ازمة اسكان وادينا في ايديكو والله لو وصلنا لده هتلاقوا رضا شعبي عارم من قبل الناس عن الحكومة وعن الاجراءات اللي بتتخذها الحكومة طيب خبر خاص بوزارة الزراعة الزراعة تستقبل اربعة الاف وستمائة رأس ماشية حية استعدادا لعيد الاضحى بنحيي طبعا وزارة الزراعة ووزارة التموين على الاستعدادات اللي بيقوموا بيها استعدادا لعيد الاضحى في استقبال الماشية الحية وكمان في فكرة الماشية المذبوحة وخفض الاسعار والكلام ده كله وده شيء كويس جدا ان يتم الاستعداد للعيد بالتوسع على الناس وبفكرة ان يبقى فيه يعني خطوات ملموسة على الارض وبنأكد احنا محتاجين المزيد طيب ندخل على موضوع مهم جدا الانتهاء من مشروع محور طلخة في الدقاهلية بتكلفة 441.5 مليون جنيه اكد اللي وقع عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري الانتهاء من تنفيذ مشروع محور طلخة على النيل بالدقاهلية بطول 4.5 كيلو متر لافتا انه بيتكون من 5 كباري علوية ويعني ده يبقى مشروع كويس جدا وحبين احنا كمان بقى نلفت النظر يعني كويس اللي انتوا قمتوا به كويس جدا ان احنا بنفتتح محاور او مشاريع او طرق جديدة ولكن وحطوا تحتيها ميد خط فيه طرق كتير في مصر محتاجة يعاد النظر لها اهمهم الطريق الدائري يعني كلنا بنعدي عليه رايح جاي كل يوم وحاله زي مقولوا كده لا يسر عدو ولا حبيب الناس كلها تكلمت عنه ويعني محدش بيستجيب حتى الان قلنا ان هو طريق اولا مفيش خدمات متوفرة عليه فيش رادار مفيش انتشار امني بالشكل المطلوب الطريق نفسه غير ممهد بشكل كبير جدا في مناطق كتير منه ولو حابين الصور احنا عرضنا قبل كده فيديوهات احنا اللي مصورينها حتى يعني مش نقلين عن حد مصورينها وشايفينها بعنينها الزحمة والتكدس العربيات النقل اللي بتمشي عليه فمحتاج مراجعة ومحتاج اعادة صياغة في النظر للطريق ده بنشد على ايد الحكومة في ان الله ينور افتتاح مشاريع وطرق جميلة طريق مصر اسكندرية الصحراوي ولا اروع ولا احسن من كده بس عايزين برضو طريق زي الطريق الدائري ده ما يغفلش ولازم يعني طالما تم الشكوى منه وحوادث كمية حوادث كتير جدا بتقع عليه لسبب او لاخر متعلق او متعلق بسلامة الطريق نفسه يبقى لازم نعيد النظر للموضوع والموضوع الله مش صعب قوي يعني الاماكن اللي فيها حفر او فيها الكلام ده لو اغلقت كده وتم سدها اعتقد الموضوع هيبقى يعني سريع وهتحسسوا الناس ان فيه تحرك على الارض لان هو ده يعتبر من اكتر الطرق اللي طول اليوم او كل يوم المصرين رايحين جايين عليه فمعليش يعني اقبلوا النقد واسمعوا لصوت الناس طريق الدائري محتاج اعادة نظر طيب ندخل على الخبر اللي بعد كده الفريق مهاب مميش قال ان النهارده تم عبور 202 سفينة في قناة السويس بحمولة 11.8 مليون طن لا خلال اربعة ايام يعني مش النهارده بس خلال اربعة ايام اللي فاته عبور 202 سفينة ده شيء جيد جدا ان قناة السويس ده طبعا بيدر ان شاء الله دخل لمصر وشيء كويس جدا ان يعني ازدياد عدد السفن يوم بعد يوم طيب ندخل على خبر خاص بالاتحاد المصري لقرة القدم طبعا شاهد فوز المهندس هاني عبوريدا بالرئاسة وتحقيق بقى رقم قياسي جديد لدكتور كرم كردي عضو اتحاد الكرة اللي فاز بمقعد عضوية الجبلية ب 169 صوت وهو اول عضو يحقق النسبة دي من الاصوات في تاريخ انتخابات الجبلية طبعا الف الف مبروك والف مبروك للمهندس هاني عبوريدا ومنتظرين ان اتحاد الكرة يعني اهم حاجة يقوم بيها انه يوصلنا كاس عالم الاجيال نفسها توصل للموضوع ده فبنشد على قديهم الولم الف مبروك خلاص تسلمتم القيادة ولكن عايزين نوصل كاس عالم بقى وعايزين نرجع تاني لبطولات امم افريقيا زي ما كنا طيب ندخل على خبر تاني النهاردة تحدي جديد للسرطان تحت عنوان challenge accepted وده قام بيرواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي حطوا صورهم الخاصة بتقنية الابيض والاسود في محاولة منهم للتضامن مع مرضى السرطان وبيعلنوا التحدي على مرض السرطان ده شيء جيد جدا اننا نعمل ده ويبدعوا الناس ان احنا نفعل حاجة زي كده على الاقل من باب التضامن وده هيبقى شيء جيد جدا حتى في ان انت تحفز الناس اللي مصابين بالمرض اشتركوا في القناة